على كومة حطام برج الشروق تصعد آلة الشاكوش أتت من القاهرة إلى غزة للمساعدة وهي الآلة الأنسب لتفتيت كوتل الأسمنت الضخمة قبل نقلها بعيداً عن الموقع المدمر مهمة تتطلب حذراً من قائده ودقة في اغتيار موضع بعينه قبل آخر نشيل ردم المنازل ونبعده في مكان بعيد على حدود القطاع وببشرية الله سيتم تنفيذ الشغل في أسرعوات حتى نشوف أبراج الوقع الثانية وربنا سهل ونشكر ساعة الترايس أنه واتح لنا الفرصة أن نجي نعمل مع أخواتنا في غزة ونحن مبسوطين جداً وأول ما دخلنا هنا أخواتنا الفلسطينيين رحبوا بنا وإلى جانب الشاكوش تشارك سيارات النقل واللوادر في حمل الحطام في عشرة مواقع مختلفة بين أحياء القطاع المعروف بارتفاع كثافته السكانية وضعف بنيته التحتية واقع يتطلب تخطيطاً دقيقاً من قبل المهندسين المصريين الذين باتوا في سباق مع الزمن لرفع كامل أجزاء الهدم دون إحداث ضرر بالمباني المجاورة إحنا بالتنصيق مع وزارة الأشغال بيتم ترتيب الأعمال هو بيفتح لي البرج بعمل عليه المعينة بحط عليه الأطقم الفنية المعدات لي دخلنا تمكننا أن نشتغل في وزارة الأوقاف وطبعاً إحنا الأليات اللي جينا بيها إحنا بنزودها حاجة اللي بتعتاج معدة أو اتنين منزود عليها معدة تالتة لسرعة انتهاء الأعمال ومساعدة إخواتنا الفلسطيني دخلنا هنا حوالي خمس مشاريع تم الحمد لله انتهاء من واحد وشغالين في الباقي بقوة كويسة جداً ومأمنين هنا في موقع زي هنادي دوت عندنا في حفرين وعشر مقلبات واثنين لودر وبنتابع الأعمال بسرعة الحمد لله وانشتغل زي ما توجيه جالنا كده للمعنهار لحد انهاء الأعمال إن شاء الله هذه التحديات تضاف إلى أمال الفلسطينيين في التعجيل بعملية الإزالة باعتبارها التمهيد الواقعي لوضع الوعود الدولية بإعادة الإعمار موضع التنفيذ هنا تمتزج طموحات عودة الحياة لطبيعتها بمشاعر الترحيب بالضيوف الذين يرونهم فرساناً أتوا للمساندة في وقت عز فيه النصير بالنسبة لوزارة العمل وشؤون الاجتماعية بفضل الله وبفضل الأخوة في المصريين من خلال آلياتهم تم الانتهاء من أزالة أنقاض وزارة الشؤون الاجتماعية خلال فترة قياسية خلال فترة ثلاثة أيام تم أزالة جميع الركام وهو أول نقطة في عمليات الإزالة السريعة حيث هناك توجد كمان أربع ورش شغالة بآلياتهم وشغالة على مندار الساعة في إزالة الأنقاض وسيتم افتتاء خلال يومين قادمين ورش أخرى لعمليات إزالة الأنقاض فعجلة الإزالة الحمد لله تثير بالوتيرة المطلوبة إن لم يكن أكثر من ذلك كل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية وللشعب المصري وللرئيس المصري على المجهودات الجبارة اللي بيجدموها لخدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه في المأساة اللي احنا مرئنا فيها وبالتوازي مع العمل في المواقع المدنية تتواصل أيضا عملية رفع الأنقاض بمواقع حكومية جهد يعلق عليه الفلسطينيون آملا في إصلاح نحو 17 ألف وحدة سكنية لم تعد تصلح للإقامة محمد ويتا اكسترا نيوز قطاع غزة